مرحبا معكم مريم خير الله خبيرة الميك أب مع ماك كوزماتيكس بشر الأوسط اليوم الميك أب لحنام لهو تركيزه على العيون العربية أول خطوة لحبلش فيها هي شيء اسمه كونسيلر يلي هو خاف العيوب بناخد كمية بسيطة وعم بستخدم فرشاية بتكون شوي نعمة هيدا الخاف العيوب اسمه برولونجوير أما الخطوة الثانية هي بنحط اللون الأسود للكحل بنحطه على الجفن الي هون وبس بكمل لقدام هون ببلش يتبين علي شكل العين وهذا شيء كتير مهم نحنا عم نطلع بدنا عيون مسحوبة اللي حقدمش شوي اللون الأسود بذات الفرشاية اللي استخدمتها للكونسيلر بس عم استخدم أنا اللون الأزرق الغامق اللي بيجي شوي مطفة بالحلو نحنا اللي عم نعمل انه سموكي مش ضروري بس يكون أسود فيه يكون أي لون المنطقة هلا المهمة اللي هي تحت العين حتنا نحنا الأسود بس بدنا إياه هذا الأسود كمان يبرز باللون الأزرق اللي أنا لححطه فالبرش يلي استخدمتها أول شيء يلي حتت فيها الأسود اللي حاستخدمها هي زيتها كريمي لحط اللون الأزرق كمان إلحق شكل العين هلا بيجي وقت إنه نحنا بنا نحط شوية هيكي شوية دراما للعيون وتبلش حدد أكتر على فتحة عينها وهي أصلا الفرشية هي بتساعدنا على إنه أعمل هيدا لعيوننا محددة وتنفتح لعينها أكتر كمانا لحمد الأيلانر يجي شوي لآخر العين كمانا عم بيستخدم اللون الأسود للكحلة الأسود على رموش كرمال يعطيني شوية بينه هيكي رموش أكتر فيهون كثافة رح استخدم اللون اللي هو بيجي على زهري بس بيجي اللون الأوي بناخد كمية بسيطة وبلش من أول العين وبلش الدموج حركة دائرية كمان فعمل زيد اللون يهو اللون الزهري فوق العين لحستخدم هالمرة اللون بيجي ألم فلحطه داخل العين بما أنه نحن عم نشتغل أزرق كمانا برجع بزيد منلاحظ كمانا حديت الزرق قوية أكتر لحاخد لون أسود لي هو أي شادو واخده في الشي اللي بتجي كمانا الأنجل لأنه لأنا بدي تعطيني شوية أكتر حديية للعين وبدأ أسحب كمانا اللاينر هم بناخد كمية بسيطة وبدأ من طرف العين فبسحب العين ومتل عم نعمل نحن مثل آيلانر بس مفتوح كمانا بمشي على خط نمو ورموش كمانا بزيد على فتحة عينها من قدام نزيد شوية فوق رموش على طرف رموش كمانا من فوق مثل كأنه عم نعمل آيلانر فلا هاستخدم المسكارة اللي هي بتجي ريش تبعيتها بتجي سميكة وعريضة فبتعطيني هالرموشة اللي بتكون كثيفة وكمانا سوي كمان فيهم كتير من السواد فلا هبلش من تحت الرموش من تحت وبطلع لفوق فإزا هيدا هو اللوك اللي نحنا عملناه اليوم مستوحى من الجمال العربي الشرقي وممكن نحنا بهالخطوات اللي عملناها السهلة ممكن يستخدم هيدا الميك أب بالمناسبات وحتى بالعرس